أما إذا ذبح خروف في المولد هل هذا الخروف حلال أكله أم ليس بحرام إذا ذبح على اسم الله عز وجل ولم يقصد به أي شخص إنما ذكر على اسم الله فإن الله قال فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وقال وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طررتم إليه والله أعلم فإذا أهل به لله أهل به لله وذبح على اسم الله عز وجل جاز أكله والله أعلم